اجتمعت المرشحة الديمقراطية نائبة رئيس الأمريكي كمالا هارس بممثلين للأمريكيين من أصول عربية وإسلامية في مدينة فلانت بولاة ماتشغان وقال مسؤول في حملة هارس أنها عبرت خلال الاجتماع عن قلقها إزاء حجم المعاناة في غزة والخسائر في صفوف المدنيين والنزوح في لبنان وأضافت أنها ناقشت كذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والحيلولة دون نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة يعد هذا من عدة محاولات في الأيام القليلة الماضية لإصلاح العلاقات مع الناخبين المسلمين والعرب الذين دعموا بشكل كبير الرئيس جو بايدن في عام 2020 عندما كان المرشح الديمقراطي لكنهم قد يمتنعون عن التصويت لهارس مما يجعلها تخسر ولا يتمتش للمهمة